رد أممي مخيب للأمال على شكوى غير مسبوقة من أعلى مستوى في السلطة الشرعية من أداء المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث فردا على رسالة بعث بها الرئيس عبد الرب منصر هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش واتهم فيها غريفث بارتكاب العديد من التجاوزات أكد غوتريش ثقته الكاملة في مبعوثه الخاص فحورت غوتريش على رسالة الرئيس هادي كشف عنه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك الذي كان يرد على سؤال لأحد الصحفيين بهذا الخصوص وقال دوغاريك إن الأمين العام قال في رده على الخطاب إن التزام الأمم المتحدة تجاه اتفاق السوكهولم ينبع أولا وقبل كل شيء من رغبة عميقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني والمساعدة في معالجة الأزمة الإنسانية دوغاريك أضاف إن الأمين العام أكد للرئيس هادي أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم الطرفين الحكومة والحوثيين للوفاء بالتزاماتهم التي أعلناها في سوكهولم وأنه سيفعل ذلك بشكل متوازن يدعم التوصل إلى حل سياسي دائما للصراع تضيق الخيارات السياسية والدبلماسية أمام الحكومة في مواجهة رد حاسم الذي صادر عن غتريش ردا على خطاب الرئيس هادي ليبقى التشدد في تنفيذ اتفاق الحديدة هو الخيار الوحيد المتاح وفقا لما جاء في تقرير صادر عن فريق المشاورات الحكومة فالتقرير يقترح بإزاء التطورات الأخيرة في الحديدة السعي لتعويض ما فات الفريق الحكومي المفاوض في السويد ومن خلفه الحكومة والسلطة الشرعية سواء ما هو محيط بظروف توقيع الاتفاق أو بما هو كامل في بعض صياغ الاتفاق وذلك باتخاذ سبيل متشدد وفاحص حيال الظروف تطبيق الاتفاق وأدوات تطبيقه وسلوك المبعوث الأممي وفريق عمله غالب على تقرير فريق المشاورات الحكومية اللغة التحليلية في الوقت الذي خل فيه التقرير من خطة عمل ميدانية لمواجهة استمرار التغطية الأممية على انسحابات ترهى الحكومة صورية لا أكثر وفيما يغب حتى الآن أن يرد فعل مساند من جانب ما يسمى بتحالف دعم الشرعية تواجه السلطة الشرعية خيار السلطة الموازية التي تتأسس تحت إشراف أممي في الحديدة مفسحة المجال لاستدامة نفوذ الحوثيين وسلطتهم لما تبقى من الأجزاء المكتظة بالسكان في شمال البلاد